مباراة نصف النهائي 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 الأمر الثاني وهو متعلق من الكابتن أيمن الرماضي المدير الفني لفريق سيراميكا كيليوباط نحن بالتأكيد بنكون ليه كل احترام والتأدير بالتأكيد النهاردة كان فيه رسالة يمكن حاب يتواصل مع كابتن إسلام الشاطر لأن كابتن إسلام عارف جدا شخصية الكابتن أيمن الرماضي سواء على المستوى الشخصي سواء على المستوى المهني في فترات سابقة والكابتن إسلام لما طلع يتكلم في البيت الكبير بعد مباراة سيراميكا والأهل تعليقاً على تصرحات الكابتن أيمان الرمادي كان نتكلم أن مش دي مدرسة أو مش دي طريقة الكابتن أيمان الرمادي ويبدو أن الأمور وصلانه بشكل مسليم لأن لا الأهل كسب بالتحكيم ولا التصرحات اللي قالها الكابتن أيمان الرمادي تنم على أن المباراة بالفعل خرجت بهذا الشكل وبالفعل النهاردة الكابتن أيمان الرمادي كان تواصل معايا ويمكن أرسل رسالة للكابتن إسلام الشاطر النهاردة هيتكلم هو بتفاصيل أكتر لأن الكابتن عايمن الرمادي من خلال الكابتن إسلام الشاطر عايز يوضح نقطة مهمة جدا أنه لا يوجه أي شيء سلبي تجاه النادي الآهلي مش عايز جمهور النادي الآهلي يزعل منه هو حتى كمان في المؤتمر الصحفي اعتذر النهاردة على فكرة أو حتى في لقاء صحفي بالأمس اعتذر على فكرة أنه هو بيقول أن الأهلي كسب بالتحكيم قال أنا ما أقصدش الكلام ده خالص بالعكس ما كانش فيه أي أخطاء تحكيمية أثرت فيه نتيجة اللقاء والأهل فريق كبير وجمهور الأهلي جمهور كبير جدا وما أقدرش بالتأكيد أوجه أي كلام تجاه الأهلي أو جمهوره تفاصيل أكتر على فكرة يمكن من خلال بقى الكابتن إسلام النهاردة في البيت الكبير أشرح لكم فكرة بقى كلام الكابتن عايمن الرمادي وملابسات الموضوع لأن بالتأكيد كان مهم جدا يكون هذا التواصل وحرص الكابتن عايمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوبطر عشان الأمور اللي زي دي أكيد لو بتعمل حالة شحن جماهيري لازم يعني نوقف الموضوع بدل بدل لأن الراجل حريص من هو يوضح الصورة ويعتذر عن التصرحات اللي ممكن يكون اتفهم يعني سياقها في الفترة الأخيرة لأنه كمان بعض البرامج على فكرة خادت هذه التصرحات وعملت عليها يعني صهارات وحفلات وكأن الكابتن محمد معروف كان ليه ثلاث ضربات جزاء ما حسب هومش لسيراميكا كان مفوض يطرد اتنين من لعبة النادي الأهلي ما تردهمش لكن المباراة ما كانش فيها الكلام ده خالص والكابتن محمد والكابتن عايمن الرمادي كمان يعني حتى في سياق تصرحاته والكلام اللي قاله إنه كلم الكابتن محمد فاروق ناب رئيس لجنة الحكام واعتذر له كمان على إن التصرحات اتفهمت غلط إنه هو ما يقصدش إن الكابتن محمد ده معروف فأثر على النتيجة والكلام اللي تقال أو الكلام اللي توصف بشكل غير صحيح بعد نهاية مباراة سيراميكا والأهلي النهاردة مع الكابتن إسلام هتسمعها تفاصيل أكتر لأنها رسالة مهمة جدا للكابتن عايمن الرمادي اتوجهت للكابتن إسلام الشاطور الكابتن إسلام هيتكلم فيها النهاردة وبالتأكيد كمان يعني جمهور الأهلي لأنه بيبقى زعلان جدا من أي كلام ممكن يتقال لأن الأهلي عمل مباراة كبيرة جدا عمل مباراة كبيرة جدا حالة الإجهاد وحالة التعامل اللي كانت فيها الفريق بعد العودة من كاس العالم كانت مؤثرة بشكل سلبي جدا على الفريق حتى في التشكيلة وفي الروتيشن وفي التعديلات وفي التغييرات ولكن الحمد لله قدر الأهلي بمجهوده وبإدارة مميزة من مرسل كولر يكسب المباراة في الوقت القاتل بهدف رائع جدا من إمام عشور عشان الأهلي يتأهل إلى مباراة النهائي اللي هتكون غدا اشتركوا في القناة